أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن خلق الحياء خلق عظيم حث الإسلام عليه وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه بل إن الحياء هو خلق أساسي من أخلاق النبوة فهو موجود مع جميع الأنبياء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من أخلاق النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئ فهذا الخلق موجود وأساسي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه وتخلق به ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه أصحابه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليك سيدي يا رسول الله ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس ذاك ولكن حياءك من الله عز وجل حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويعلمنا نحن معهم يقول لهم حياءك من الله عز وجل حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى يعني تحفظ الرأس وما فيها من عينين وما فيها من شفتين وما فيها من لسان وما فيها من أذنين أي تحفظ لسانك عن الكلام البذيء لا تسب أحدا لا تحتقر أحدا وتحفظ عينيك لا تنظر بهما إلى ما حرم الله عز وجل وتحفظ أذنيك لا تسمع بأذنيك كلاما محرما هكذا هو حفظ الرأس وما وعى وحفظ البطن وما حوى أن يطعم الإنسان الحلال لا يأكل الحرام ولا يمشي برجليه إلى حرام ولا يمد يده إلى الحرام هكذا هو حفظ البطن وما حوى وأن يتذكر الإنسان الموت وأنه مفارق لهذه الدنيا فهنا سوف يعد لكل موقف من مواقف الآخرة ألف حساب لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث بعد أن قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة والحديث أخرجه الترمذي بسند حسم والحياء أيها الأحباب لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير وقال الحياء هو عين الخير بل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أسأل الله العظيم أن يرزقني وإياكم خلق الحياء وأن يجعلنا من أهل الخلق الحسن في الدنيا والآخرة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشكرا على حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته